أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء وتقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة السعيدة وبعد أداء الصلاة ذكر الخطيب في خطبتي العيد بما هدى الله المؤمنين له خلال شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات وتدرع الخطيب في الختام إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين ويسدد خطاه لما فيه خير شعبه الوفي وينصره نصرا عزيزا وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عدد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما ابتهل الخطيب إلى العلي القدير بأن يمطر شآبي برحمته ورضوانه على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويسكنهما فسح جناته إثر ذلك غادر جلالة الملك المسجد عائدا إلى القصر الملكي واستهتافات المواطنات والمواطنين الذين حجوا بكثافة في هذا اليوم الأغر للتعبير عن خالص متمنياتهم بموفور الصحة والعافية لجلالة الملك وتجديد تأكيد على ارتباطهم الوثيق بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد وبالقصر الملكي بالدار البيضاء تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء المجالس الدستورية وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية